وينضم إلينا من تونس محمد بعود المحلل السياسي أهلين بكا سيديا الشاهد يدعو الأطراف إلى فتح مشاورات سياسية هل يعتبر ذلك بداية لحملة انتخابية له أو استباق للحملات الانتخابية له أو للحزب الجديد الذي كونه بداية تحية لكي ولمشاهديك الكرام ثانيا أعتقد أن ما ورد في كلمة الشاهد لا يمكن أن يرتقي إلى مستوى مبادرة سياسية لأنه تحدث عن مسألة يمكن أن يتحدث عنها أي شخص يقول لماذا لا ننقي الأجواء السياسية ولماذا لا نبتعد عن العنف اللفظي يعني كلام خطابه كان تصالحيا نوعا ما أنا رأيت أن خطابه كان تحت ضغط كثير من حملات التشويه التي يتعرض لها في المدة الأخيرة سواء على أيدي الأحزاب المعارضة سواء على أيدي حلفائه السابقين في الحكم أو على صفحات التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام والجرائد اليومية والفضائيات يتعرض إلى حملة شريسة على أساس ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار المحروقات وكل الارتفاعات التي تشهدها كل المواد الخدمية والمعيشية والتي يبدو أنها هي التي أجبرتها أيضا لا يجب أن ننسى أن البلاد تعيش على وقع احتجاجات شعبية بلغت إلى حدود قطع الطرقات أغلقت 23 طريق يوم الاثنين ظروف الاقتصادية نعلمها نعود إلى هذا الخطاب أو هذه التصريحات طلب بجمع كل الأطراف وضم كل الأطراف وعدم إقصاء أي جهة من هذه الأطراف التي يطالب بضمها وعدم إقصائها هل يغازل الشاهد هنا النهضة أم يعني بذلك حزب نداء تونس الذي هو على خلاف معه لا أعتقد أن الخطاب موجه إلى حزب نداء تونس القيادة الجديدة التي انبثقت عن مؤتمره الأخير برئاسة سفيان توبال والتي يبدو أنها أقصت بطريقة ما نجل الرئيس حافظ قائد السبسي وتريد الآن أو تمد يدها الآن إلى الحزب الجديد الذي سيرأسه يوسف الشاهد ويوسف الشاهد يفهم هذه المسائل وربما وقع تنسيقها حتى خلال مؤتمر نداء تونس واليوم في دعوته لعدم إقصاء أي طرف هي أيضا دعوة لتجميع هذه القواء التي كانت في يوم من الأيام في حزب واحد هو النداء تونس الذي كلفه برئاس الحكومة لكنها خرجت تباعا من هذا الحزب احتجاجا على سياسة نجل الرئيس نجل الرئيس اليوم أبعده فيبدو أن يد رئيس الحكومة ممدودة لمن بقي في نداء تونس للالتحاق به أيضا في مسألة الإقصاء هناك دائما حرب كلامية من الحزب الدستوري الحر مثلا السيدة عابير موسي من حركة النهضة من غيرها كثيرا ما يستعمل في الآوينة الأخيرة العنف اللفظي في الخطاب السياسي الذي ارتفعت حدته مع اقتراب الانتخابات قلتك إلى درجة أن رئيس الحكومة بدأ أو ظهر على وجهه حتى أنه كان هذه المسألة تقلقه كثيرا توقعاتك مدى الاستجابة لهذه الدعوة من سيستجيب ومن سيغيب أنا أعتقد أن الدعوة ستبقى هلامية لن يستجيب لها أحد ولن نرى في يوم من الأيام الأحزاب السياسية في تونس تجلسوا على ورقة أو مسودة يكتب عليها هذا ميثاق أخلاقي لتجنب العنف اللفظي أو العنف السياسي هذه أشياء موجودة نحن على أبواب زمن انتخابي بدأت ساعته تدق قريبا ولا أعتقد أن الفرقاء في تونس من نوع عبير موسي وحركة النهضة سيجلسان معا أو الجبهة الشعبية وتحية تونس سيجلسان معا ويمذيان على ميثاق أخلاقي هذه أعتقد أنها بعيدة كل البعد ورئيس الحكومة ترحها فقط ليبرئ ذمته أو ليخلي طرفه من العنف السياسي الذي يتساعد كل يوم في الخطاب خاصة ونخشى أن يمر إلى الشارع أو إلى الفعل مع بداية الحملة الانتخابية محمد بعود المحلل السياسي شكرا جزيلا لك أنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك